مرحبا بكم في فيديو جديد و موضوع جديد اكيد ان الفيديو اليوم كله افادة ان شاء الله علاج رائع جدا علاج قوي و خصوصا اننا في هذه الايام المباركة اكيد تستغلي هاد الشهر الفضيل و هاد الشهر هذا المبارك فانك تعال جي اراسك الى كان عندك سحر الرحم هو اللي يمنع لك الحمل بزاف ديال اخوات كيمشي و للطبيب ما يلقوش عندهم مشابه و يبقى ديما الحمل عندهم متأخر ما يعرفوش السبب كيدروا جميع الفحوصات كيتبعوا جميع الادوية و مع ذلك الحمل كيبقى متأخر لسنوات هاد الاخت هاد كان عندها تاخر في الانجاب عشر سنوات و هاد من بعد ربي كرمها بالدرية الصالحة اكيد انها علجت رسها في شهر رمضان واكيد انه جمعها هاد العلاج نتيجة مرضية في طرد سحر الرحم برنامج قوي برنامج ممتاز اللي ممكن انك تبعه بالاستعانة بالقرآن الكريم بالرقية الشرعية بكثرة الاستغفار و الدعاء لان هاد الشهر المبارك فيه بزاف ديال طاعات اللي ممكن انك تعالج بهم راسك و اللي ممكن انك تحسي بالفرق و النفسية ديالك ترتاح اكيد ان التن نفسية كتلع بذور كبير بزاف ديال السيدات عندي في القناة توتر و الضغط النفسي مسيطر لهم على الحياة ديالهم و لقوا صعوبة انهم يتخلصوا من فكرة تأخر الحمل اللي نبغيك في هذا الفيديو هذا انك ترخي راسك ترخيل اعصاب ديالك و البال ديالك يكون مطمئن حاولي انك تقرب لله اكتر يعني نسايل فكرة في هذا الشهر هذا و غادي تلقي راسك حامل ان شاء الله بكل سهولة لان التتفكير و الضغط الزائد و كذلك يعني تأنيب الضمير كل هاد الامور هادي كتخلي الحمل ديالك يبقى ديما متأخر هاد المسألة ديال تأخر الحمل اكيد انتي ما غتتحكمش فيها ولكن يلا بقتي مع راسك وبقتي كتك تكلمي مع نفس ديالك و تبدي انك تقولي يعني اعلاش انا كان نقنب الضمير ديالي اعلاش يعني كان مقلقة متوترة و انا هاد الشي ما كانت تحكمش فيه يعني مسألة الرزق بالدرية بيد الله فقط هو اللي يرزقك يعني في الوقت المناسب و في واحد اللحظة غا تلقي راسك حامل اذا انتي حاولي انك تدري بالاسباب حاولي انك تهتم بالتغذية تكون تغذية سليمة متكاملة متوازنة بتعدي على السكريات قدر المستطاع السكر الابيض هو عدو الخصوبة حاولي انكم تقللوا من السكرية او تمنعوها بصفة نهائية السيدات اللي عندي و كيشوفوا القناة ديالي و هذا الفيديو هذا إلا كنتي باغي الحمل حاولي انك تمنعي السكر حاولي انك تمنعي يعني كل ما هو دقيق ابيض حاولي انك تقلل من الملح نقصي الوزن ديالك إلا كان هناك وزن زائد و استغلوا هذا الشهر هذا في الريجيم ديري واحد الحيمية غدائية و غا تتلقي راسك في آخر الشهر نقصي في الوزن و الجسم ديالك يعني الوزن ديالك رجع طبيعي و كذلك الابادة ديالك غا تترجع في الوقت و الهرمونات ديالك غا يتضبطه بكل سهولة بشكل طبيعي بمجرد انك تنقصي الوزن و التبعي هذا النظام الغدائي و ممارسة رياضة المشي صدقوني غا تتلقي راسك ربحتي الصحة ديالك اولا و من بعد غا تتلقي بان الابادة ديالك غا تولي بجودة عالية ان شاء الله و كين بزاف ديال السيدات و الاخوات اللي كي شوفوا القناة ديالي عندهم سحر الارحم الله يسمح للناس اللي كيديروا هاد الاشياء هادي و كي اديوا ديك السيدة و كي يحاولوا انهم يديروا لها شي سحر باش يتعطل الانجاب ديالها اكيد ان هاد الاشياء هادي ربي ما يقبلهاش و اكيد ان عندها عقاب شديد جدا خصوصا انه يعني هاد الامور هادي بطبيعة الحال ما خاصك اشتعمري بها راسك اولا لان ولو اجتمع الانس والجن على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا قد كتبه الله لك يعني حاول انك ما تبقيش تعمري البال ديالك بهاد الاشياء هادي انا كنت يعني كتتقابل صلاتك و كتتصرف الوقت و كذلك كتقرأ الدعاء الادعية ديال الانجاب و كذلك كتكترم الاستغفار و الطاعات و كذلك الصدقة بنيات الحمل و الرقية الشرعية اهم حاجة دياله ما القرآن يبقى متلوق في المنزل ديالك يعني يوميا ما غديش اديك تشي حاجة ما غد اديك باذن الله بطبيعة الحال لان كل شيء باذن الله ولكن حاولي أنك تجاهدي في الطاعات ديالك حاولي أنك لما كنتش تقرأي أذكار الصباح والمساء تقرأيهم في الوقت يوميا بالنسبة لهذا البرنامج هذا هو أنك تقرأي بضع من الآيات القرآنية على كأس من الماء أو إناء من الماء يعني ليك فيك أنك تبدي تشرب منه طيلة اليوم وبما أنه حنا في شهر رمضان المبارك حاولي أنك تشرب هذا الماء هذا ابتداء يعني من اللي تبدي الإفطار ديالك حاولي أنك توجدي ذلك الماء قبل يعني تبدي تقرأي في هذه الآيات هذو اللي غادي نذكر باش أنك تقدري يكون عندك واجد يوميا ديما قبل الاستعمال بدي توجدي الماء من بعد من اللي تبدي يعني تفطري الفوتور ديالك ديال رمضان بدي تشرب ذلك الماء يوميا 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 طيلة الشهر صدقيني غادي تخلصي بشكل نهائي من هذا السحر هذا اللي معطل لك الحمل ديالك رغم أن الفحوصات كلها جيدة أنت والزوج ديالك وكيبقى الحمل عندك متأخر ديري بالسبب وتوكل على الله وديري هذو الآيات القرآنية اللي ممكن أنها تكون سبب يعني تسبب أنك تعالجي المشكل ديالك وصدقيني غادي تلقى الشفاء بإذن الله بالاستعانة بالقرآن الكريم أكيد وبرقية الشرعية بالنسبة لهذه الآيات هذو آيتان من سورة يونس فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون والآيات من سورة الأعرف فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون والآية التي في سورة طه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ثم ستقرأ آية الكرسي والفاتحة والمعودتين كذلك وبطبيعة الحال الالتزام بقراءة أذكار الصباح والمساء وضرورة تبتدي على المعاصي والمحرمات أكيد أن كل هذ الأمور هذي كتساهم في نجاح العلاج ونجاح البرنامج بطبيعة الحال حاولي أنك ديمة تدري الرجلين ديالك في الماء اللي فيه الملح وأوراق الصدر مزيانين يعني كيبتلوسا هما مفعول السحر إلا كان هناك يعني أنك تخطتي واحد السحر أو يعني تخطتي واحد المكان اللي فيه سحر ذاك الماء اللي فيه الملح هو وأوراق الصدر غادي يعالج لك هذ المشكل قراءة كذلك سبع مرات صورة الفاتحة على الماء وتهية ممكن أنك تدري بهالرقين لراسك يعني راسك براسك غادي تحاولي أنك ترقي الجسم ديالك بالاستعانة بالقرآن الكريم وبالآيات القرآنية وإن شاء الله يتبطل في هذ الأيام المباركة خصوصا أن هذ الأيام هذي كتكتر فيها الطاعات كيكتر فيها التقرب إلى الله حاولي أنك تبدي تنوضي قبل الفجر بساعة قومي الليل سلي الصلاة ديالك في الوقت ديالها تحاجة ما غا تقاديك إن شاء الله ما تعمريش راسك بهذا الأفكار هذي خصوصا أنك كتكون يعني قريبة من الله وربي ما غا ديشي خليتشي حاجة أديك بإذن الله قراءة صورة البقرة تهية مزيانة يعني تهية من ضمن الصور رائعة جدا اللي ممكن أنها تحميك وتحمي المنزل ديالك من أي أدى اللي ممكن أنه يقاديك ويخسبب لك هذ المشكل بطبيعة الحال ديلي بالسبب ديلي بالأسباب إلا كان عندك مشكل صحي حاولي أنك تعجي يعني ما تخليش راسك هكا كيلا لقيت بأن الدورة ديالك ما كتجيش في الوقت أو أنها كتجيب واحد صورة ماشية هذيك أو كتجيب الألم حاولي أنك تمشي تشوفي عند الطبيب المعالج باش تعرفي المشكلة اللي عندك وأكيد إن شاء الله بهذه النصائح وهذه الأشياء هذي اللي كان ذكر في القناة غادي تمكني أنك تحصل على الحمل بسرعة إلا كان ربي بغي لك هذا الحمل وفيه الخير لك غادي يعته لك في الوقت المناسب كان هذا هو الفيديو دياليوم اتمنى لإعجاب ديالكم ما تنسوا ليش ديما الفيديو من واحد اللايك باش تعم الفائدة وتوصل هذ القناة وهذ الفيديو لجميع الأخوات اللي كينتظروا معنا الدرية الصالحة ويا ربي إن شاء الله تفرحكم وتفرحونا تحنا يا بهذا الخبر هذا ونحط لكم تنتم التجارب ديالكم علش الله تحاجمة مستحيلة تشبتي بالحلم ديالك وأكيد أنك ما تفقديش الصبر والأمل لأن كل هذ الأمور هذي غادي تجي وغادي تفرحي إن شاء الله إلا عندكم أي استفسار أو سؤال فيما يخص هذا الفيديو هذا خلوا لي التعاليق ديالكم وبغيتكم كامل انتهبطوا للتعاليق وتكتبوا ربي لا تدرني فردا وأنت خير الوارتين كل الأخت فيكم شفت هذا الفيديو تدعم عرصها في التعاليق وأكيد الأخوات غايدعوا معكم كل سيدة كتشوف القناة ديالي يارب تفرحك ويارب ترزقك بالحلم ديالك وبالذرية الصالحة في القريب وتفرحين جميع كان هذا والفيديو دياليوم كندرب لكم موعد في الفيديو الجاي إلى اللقاء